نستكمل الحديث عن الفصل الثاني من مكرر العلوم العامة وهو فصل الفيزياء الموضوع الخامس درجة الحرارة درجة الحرارة الأهداف المفروض بعد ما تدرس الموضوع ده تقدر تعرف درجة الحرارة تفرق بين طرق قياس درجة الحرارة تقري بعض التطبيقات المرتبطة بقياس الحرارة نشاط ماذا يقصد بدرجة الحرارة؟ ماذا يقصد بدرجة الحرارة؟ درجة الحرارة للتعبير عن الحرارة نستخدم مصطلح درجة الحرارة يبقى درجة الحرارة بيعبر العلمين عن مصطلح الحرارة وهو مقياس يستخدم لمعرفة كمية الحرارة الموجودة في الجسم اذا درجة الحرارة بتعبر عن ايه؟ كمية الحرارة الموجودة داخل الجسم لتساوي درجة الحرارة رشات آخر كيف نعين درجة حرارة جسم كيف نعين درجة حرارة جسم قياس درجة الحرارة توجد ثلاثة مقييس أساسية درجة درجة الحرارة المقياس الأول اسمه السليزيوس وله اسم تاني المأوي والمقياس ده معتمد في الحياة اليومية في معظم دول العالم المقياس الأول السليزيوس أو المأوي وده متداول في الحياة اليومية في معظم دول العالم المقياس الثاني من مقييس درجة الحرارة اسمه الكلفن وله اسم تاني اسمه المطلق وده معتد من قبل المنظمة العالمية وهو أكثر مقياس استعمالة في المجالات العلمية يمكن تحويل من المقياس المأوي إلى المطلق من خلال إعلاقة تالية الدرجة على المطلق بتساوي الدرجة على المأوي أو السليزيوس زائد 273 زائد 273 الدرجة على المطلق بتساوي الدرجة على المأوي مضاف إليها 273 نتابع قياس درجة الحرارة في مقياس الثالث وهو اسمه الفهرنهايت اسمه الفهرنهايت وده هو متداول فين في الولايات المتحدة الأمريكية ونقدر نحول من المقياس المأوي إلى الفهرنهايت من إعلاقة تالية اللي قدامنا دي الدرجة على الفهرنهايت بتساوي الدرجة على المأوي مضروبة 9 على 5 الدرجة على الفهرنهايت بتساوي الدرجة على المأوي مضروبة 9 على 5 مضاف إليها 32 إذن الدرجة على الفهرنهايت بتساوي الدرجة على المأوي ضرب 9 على 5 زائد 32 نيجي تشوف بعض الأمثلة والتطبيقات على اللي احنا قلنا ده إذا علمت أن درجة حرق جسم الإنسان السليم 37 درجة مأوي كم تكون على المقياس الفهر نهايت كم على الفهر نهايت عارفين عن طول الدرجة على الفهر نهايت بتساوي الدرجة على المأوي ضرب 9 على 5 مضاف إليها 32 إذن هتساوي 37 هي ديك مضروف 9 على 5 زيادة 32 الناتج بتاعنا يكون كام 89.6 من 10 فهر نهايت تطبيق آخر إذا علمت درجة غليان المية 100 درجة مأوية كم تكون على المقياس المطلق على طول من العلاقة بتاعتنا الدرجة على المطلق تساوي الدرجة على المأوي زائد 273 إذن 100 زائد 273 هتساوي كام 373 مثال آخر درجة تجمد المية 0 كم تكون هذه الدرجة على المطلق والفهر نهايت عاوزينها على الاثنين الدرجة على الفهر نهايت بتساوي كام الدرجة على المأوي ضرب 9 على 5 زائد 22 إذن 0 في 9 على 5 زائد 22 هتساوي كام 32 فهر نهايت طيب على المطلق هتساوي الدرجة على الماوي زائد 273 الدرجة على الماوي بتساوي 0 زائد 273 يبقى تساوي كام 273 في نهاية الموضوع لخص اللي انت تعلمت واستفدت من هذا الموضوع